أشير فقط إلى أنه كانت مساحة بسيطة جدا الحقيقة فاصلة ما بين حياة زميلنا ومرسلنا هناك ردفان الدبيس الذي كان موجودا وهي فرصة الحقيقة أن نقدم له جزء من تحية وقوفه لاستمرار هذه الصورة هي مهنة دائما هكذا تكون قريبة من الموت والمتعب أذكركم فقط بما حدث اليوم لدى وصول طائرة نقل الحكومة التي كانت تقل الحكومة الجديدة إلى مطار عدن في الساعة الواحدة والثلاثة وثلاثين دقيقة بتوقيت عدن سمع دوي ثلاثة انفجارات في صالة الانتظار التابعة لمطار عدن والذي رافقها مرسلنا ردفان الدبيس كما تابعتم في الفيديو السابق بينما كان يتم إعدادها من أجل استقبال الحكومة اليمنية التي يترأسها معين عبد الملك وكفة وزراء الحكومة التوافقية كان الوقت احتشد العديد من المستقبلين للحكومة أمام مدرج الطائرة ما أخر نزول الوزراء جاء هذا في صالح الحكومة اليمنية التوافقية لأنهم كانوا داخل الطائرة عند وقوع الانفجارات ما أفشل محاولة استهداف رئيس الحكومة ووزرائها كما كان مخططا الانفجار بحسب صور بثتها وكالة الصحافة الفرنسية أظهرت سقوط صاروخ على مقربة من القاعة الشرفية للمطار وكاد أن يستهدف الطائرة نشاهد إذن كانت الصواريخ مرتبة لاستهداف الصالة الشرفية التي كان المفروضاً رئيس الوزراء والوزراء يذهب إليها إذن هي دقائق فاصلة ربما كانت فاصلة ما بين الحياة والمي والموت للوزراء والحكومة عقب هذا الانفجار إطلاق نار في محيط المطار ما أدى إلى نقل الوزراء سريعاً إلى قصر معاشيق في عدن الذي يبعد نحو عشرة كيلو مترات بعداً عن المطار إعلان الحكومة بعدها أعلنت أنها ستكمل مهمها رغم الاعتداء الذي قال رئيس وزراء الحكومة إنه جزء من الحرب على الدولة اليمنية الحكومة التوافقية الجديدة كانت قد أدت قبل أيام القسم الدستوري أمام الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي في الرياض تمهيداً لانتقالها لمزاولة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن